مرحبا في مي كيشن عندما أعطي ميدي الاسران كوكين إلى أمريكا أرحب بكم برنامجنا هذا ساميراس كيشن وقدم لكم أحلى و ألد الوصفات أرجو أن تنال عجابكم برنامجنا اليوم حسوي لكم هذه الوصفة اللي خبس محشي مع الخضروات هي وصفة أرمانية تركية في اليوم سأقوم برنامجة برنامجة أرمانية وهو أرمانية نحن نحتاج هذه الوصفة للمنزل 5 كوب تحين 2 كوب تحين 2 كوب ماء 1 teaspoon salt 1 ملعقة كوب ملح 1 tablespoon شقر 1 ملعقة طعام سكر للمنزل 2 كوب تحين 2 بصل حاجب متوسط 1 باون سويس شارد 1 باون سلق 1 باون سبينج 1 باون سبينغ 2 bunches parsley 2 باقات معدنوس 1 bunch cilantro 1 باقة كزبرة 6-8 green onions 6-8 بصل أغبر 1 quarter cup olive oil 4-4 كوب زيت زيتون 1 tablespoon 1 tablespoon 1 ملعقة طعام حبوب كزبرة 3-4 مطحونة خشن 1 black pepper 4-4 ملح 5-4 ملح 5-4 ملح 5-4 ملح 5-4 ملح 5-4 ملح 6-4 ملح 6-4 ملح 6-4 ملح 7-4 ملح 6-6 ملح 16-5 ملح 1 poure ملح مخلوق العجين ونحوش نتخبط الضغط نبدل نغطي الضغط نكمل العجين مدة دقيقة و داققتين الملحقة ملحقة العجين متجانس العجين متجانس وشوفون العجين شوية لينية وحنا نريدها بالضبط يكون هيجي نريدها بالضبط يكون وحنا نضعها في ملحقة كثيرة نضعها بقليل من الزيت نضعها بقليل من الزيت نضعها بسيران راب نضعها بقطعة بلاستيك نضعها بقليل من الزيت ونضعها ونضعها في مكان قليل من الزيت نضعها ونضعها في مكان دافئ لمدة ساعة كاملة عندما ننتظر على العجين ننتظر على العجين حتى يرتاح شوية نضع كل هذه الملحقة جيدة و جيدة نبدأ بخلط كل هذه المواد الخضراء التي نستعملها نضعها بقليل من الزيت نضعها بقليل من الزيت نبدأ بلسرنة نضع الاسبناخ نضع السلق نضع السلق نضع الكزبرة نضع السلق الحجم المفرون البيض المصل بصل السلق الصاجة حبوب الكزبة اصداد السلق سلط السلق نضع الناس مصرحة ثم نحن نضع المصرحة نحن نحن نخلطها كل هذه الموادسة ريحتها كل شي طيبة ريحت السيلانترا الكذبرة و حبوب الكذبرة نضع نكها كل شي طيبة و ريحها كل شي طيبة يجب أن تكون رائعاً ثم نضع نكها كل شي طيبة نضع نكها كل شي طيبة نضع مصرحة نضع أوضخة جوية سمدوا لكل شي طيبة بعض الناس قد تستعملون أي أشياء طبعا أي واحد من هذه الخضروات اللي عدتكم بالبيت حتى تقدرون إذا عدتكم خاز إذا عدتكم أروقلا عدتكم أي أنواع أخرى من الخضروات تقدرون تستعملوها وطبعا حتى الكمية إذا يعجبكم سبيناخ أكثر تقدرون تستعملون كمية سبيناخ أكثر أو سلق أكثر أو معدنوز أكثر يمكنك أيضًا إذا أردت أن تستعملون أحد هذه الخضروات، يمكنك تستعملون أكثر منها يمكنك تستعملون أكثر سبينة أو أكثر سوستجارة أو أكثر سبينة إنها كل مختلفة، إنها ستكون جيدة و جيدة لك ثم تستعملوا حتى نستعملو الحشو الحاضريا حتى نستعمله بعد ترسلو القدوة لأهتمام حتى أكثر من أمر وقتنا نقوم بمضيئ من الجزء إذا تركنا العجين حتى يرتاح لمدة ساعة قسمنا إلى 12 أقسام متساوية إذا تردون تقسموا إلى أقسام أصغر أو أكبر، طبعا تقدرون يمكنك تقتربينها إلى مجهور أو مجهورات أكثر، ويجب أن تقوم بمضيئ بمضيئة كيف تريد أن تكون؟ أولا ما سأفعله هو سأفرق المنزل المنزل مع بعض الناس و سأفرق سأفرق بشكل جميل بشكل جدا بشكل جدا نفتح العجين سأفرق سأفرق دقيقة جدا كم المنزل سأفرق في المنزل نضع جدا في الوسط كما أنت ثم سأفرق السفرق ، يجب أن نكون هذا كبير ، يجب أن نكون جيداً كبيرًا ، كذلك يبدو كبيرًا كبيرًا ، ثم هنا يوجد مكتب جيدة سوف نضعها في مكتب جيدة ربما سوف نضغط على واحدة حتى حتى نضغط على واحدة وبعد ذلك سوف نضغط على واحدة هنا انا عندنا مثل ما تشوفون هاي القردل الحارة كلش اذا ما عدكم قردل مثل هذه تقدرون تستعملون مقلات تكون حارة كلش على الفرن تطبخوها وطبعا راح نطبخها من جهة واحدة لمدة دقيقتين لاتلافة ونقلب هون نطبخها من الجهة الثانية الى انتندت سنستمر بعمل الأقسام الأخرى ثم سننبت بعمل الأقسام الأخرى سننبت بعمل الأقسام الأخرى يجب أن تكون لينة يجب أن تكون لينة سننبت بعمل الأقسام الأخرى يجب أن تكون لينة يظن يستمر بعمل الأقسام الأخرى نحن ننزل نظر الناس أعبارك نحن نظر الناس نظر الناس كيف حلوث سمعت من أخراف من الأخراف يبدو جميلة نصبعها و نصبعها على الجانب الثاني لدى ثلاث موقع نصبعها من الجهة الاخرة لمدة دقيقتين إلى ثلاثة إلى أن ينضج لأنها سيكون جيدة و سيكون جميلة و سيكون جميلة الجميلة جميلة انظروا كيف يميلة و جميلة و جميلة و يشعر جميلة طيبة روحة كل شيء و يشوفون ما ينطبخ طريقة سريعة كلش لا يحتاج لأفن و لا صواني و لا كل شيء و لكن اذا لم تكن مقلات كهربائية مثل هذه تستعملون مقلات عادية و تجعلونها على الفرن إذا لم تكن لديه مقلات الهاتف يمكنك استخدامها على مقلات الهاتف و تصبح مقلات الهاتف و تظهر كم ممتعها سوف نتركها لعدد دقائق حتى يبردون قبل أن نقوم بها هذا هو كثير من الوقت في اليوم سوف نقوم بمتعها ترمينيون تركيش مكس جرين أشكركم شكر جزيل متابعتكم برنامجنا اليوم برنامجنا اليوم سوينا هذا النوع من الخبس كلش مميز خبس تركي أرمني محشي معه و تبعاً تشوفون منظره كلش حلو و رح يكون صحي إلى درجة نراكم في القناة الماضية من الماضي ترجمة نانسي و ترجمة نانسي ترجمة نانسي